ضيفنا في الستوديو دكتور بدر الماضي أستاذ علم الاجتماع السياسي من الجامعة الألمانية أهلا وسهلا فيك دكتور ياهلا ست ياهلا مرحبا دكتور حيالله دكتور يعني 54 من حكم نظام الأسد في سوريا كيف تبعت ما يتري في سوريا يعني بالتأكيد عندما نتكلم عن نظام تميزة بتسلط والقهر على الشعب السوري منذ عام 1970 إلى تقريبا يوم أمس هذا النظام وهذه المرحلة التاريخية التي مرت فيها سوريا وشعب السوري ستسجل بأنها من أعنف وأشرس المراحل التي مرت على الشعب في هذا العالم لم تكن سوريا تحت حكم عائلة الأسد حقيقة دولة بمعنى بناء المواسسات وأنما كانت عقيقة مزرعة لعائلة وليطائفة وليست كل الطائفة ولكن جزء كبير من الطائفة وقد تعرض من خلالها هذه الفترة الشعب السوري إلى كل أنواع القسوة والظلم يعني لم يبني الأسد لا الأب ولا الإبن مؤسسات دولة حقيقية من أجل الولوج بسوريا إلى المستقبل الحاضر والمستقبل فيما يخص تحديث الدولة ويخص تحديث مؤسسات الدولة وبناء الإنسان السوري الإنسان السوري حتى قبل الثورة قبل 2011 كان أكثر من 2.5 مليون سوري خارج سوريا الآن بحدود 8 مليون نتكلم عن 11 مليون سوري خارج سوريا نتكلم عن 5 أو 6 مليون سوري مشرد داخل سوريا يعني الناس هؤلاء الذين نزحوا من بيوتهم داخل الوطن لم يغادروا الوطن هذه سوريا التي بناها حفظ الأسد وبشار الأسد سوريا المعتقلات سوريا الأقبية التي لهذه اللحظة لم يستطيع حقيقة كل الخبراء الوصول إلى سجن صدنايا وكل ما يتعلق بالأقبية السرية الموجودة التي في كثير منها ناس أبرياء ونساء كنا بنشاهد يوم أمس نساء مع أطفالهم يخرجوا من هذه السجون يعني هذه سوريا التي بناها حفظ الأسد وبشار الأسد وبالتالي استخدم أقدس قضية وهي القضية الفلسطينية من أجل حقيقة تبرير وجوده كزعيم هو ووالده استخدم القضية الفلسطينية التي لم تكن بيوم من الأيام بالتأكيد هي جزء حاضرة من ذهن النظام بالقدر الذي كانت القضية الفلسطينية فقط من أجل تعذيب الشعب السوري ومن أجل تحقيق المصالح الخاصة للطائفة العلوية نعم دكتور يعني بعد إسقاط النظام السوري الفصائل هي من ستقود المرحلة المقبلة هل تركيبة المعارضة اليوم قادرة على إدارة المرحلة المقبلة دون تسارع في النفوذ؟ يعني شوف اختزال المعارضة بخاصة سياسية فقط بفصيل تحرير هيئة الشام أنا أعتقد أن هذا في ظلم وجور على المعارضة السورية كما تعلمين ويعلم الأخوة المشاهدين المعارضة السورية كانت من أطياف متعددة وهي موجودة في منصات كثيرة جدا وقد أنجزت مع المجتمع الدولي أستانا اجتماعات أستانا وأنجزت مع المجتمع الدولي جينيف 1 وجينيف 2 هذا مهم جدا يعني نتكلم عن كثير من القادة المدنية الموجودين سواء في الرياض أو في عمان أو موجودين في الإمارات أو موجودين في الدول الغربية الدول الأوروبية فلذلك هناك حالة من التآلف وحالة من يعني لنقل شوية تشاركية الآن بين المعارضة السورية الخارجية المدنية وبين القادة الميدانيين على الأرض لا تستطيع فصائل المعارضة التي دخلت عسكريا بأنها تبني سوريا لوحدها ولا تستطيع أيضا الفصائل المعارضة السياسية التي هي خارج سوريا أن تبني سوريا لوحدها سوريا تحتاج إلى صوت عاقل وصوت واحد من أجل عملية البناء ومن عاجل الدخول إلى سوريا الجديدة التي ينتظرها الجميع فلذلك ستكشف الأيام القادمة نوع من التشاركية بين كافة الفصال وبين كافة القوى السورية الخارجية والداخلية ولكننا لن نرى تغيير جذري في ما يتوقعه الناس لكن هذه تحتاج إلى وقت سيتبين بعد أسبوع قليلة سيتبين إلى أين سيذهب النظام السوري الجديد شكل النظام السوري الجديد شكل الدولة السورية الجديدة ولكن أيضا أعتقد أن الشعب السوري قد استفاد كثيرا من الأيام والسنوات والأشهر السابقة فلذلك نتأمل هذه الأمنيات ونتمنى أن يتطابق الواقع مع الأمنيات أن يكون هناك سرعة في إعادة اللحمة إلى الوطن السوري ومحاولة الولوج مرة أخرى إلى المستقبل بذهنية جديدة لبناء الدولة السورية في شق آخر هل تعتقد بأن إسرائيل استفادت مما حصل في سوريا خصوصا التحركات يوم أمس الإسرائيلية في المنطقة من زوعة السلاح والسيطرة على مناطق في الجولان وفي جبال الشيخ؟ بالتأكيد سوريا استفادت من هذه المرحلة التي تعتبر مرحلة غير مستقرة علما بأن إسرائيل قبل سقوط النظام كانت تستغل ضعف النظام ولم تترك قطعة أرض في سوريا إلا ما هاجمتها حتى مشان أيضا نكون واضحين لبعض المراقبين وبعض المحلين وبعض الناس عنا في الأردن وفي غير الأردن الذين يعتبروا الآن الهجوم على الأراضي السورية هو بسبب ما جرى حقيقة في الأيام الأخيرة ما جرى في الأيام الأخيرة هو جزء من سياسة إسرائيلية حقيقة موجودة في المنطقة احتلال الأرض السورية هذه أرض سورية بعد أن تستقر الدولة السورية سيتم حقيقة الوصول إلى كافة التشريعات أو المؤسسات الدولية من أجل الضغط على إسرائيل والانسحاب من الجولان والمناطق التي احتلتها إسرائيل نتكلم عن حدود دولية معرفة ضمن هيئة المتحدة ومعرفة ضمن القانون الدولي هذه لن يسمح لإسرائيل في البقاء فيها بعد أن يتم بناء الدولة الآن إسرائيل تقريبا لديها الحجة في أن تقول أنني أريد أن أحافظ على أمن دولة الكيان وأريد أن أقيم هذه المنطقة العازلة خوفا من الفوضى التي ستجري أول متوقعة في سوريا ولكن هذا الكلام أتوقع أنه لن يتم على مستوى أبعد من أشهر وسنوات قليلة نعم سوريا فيها أطماع من دول كثيرة منها تركيا وإسرائيل كيف ستتعامل اليوم المعارضة مع هذه الأطماع وأيضا مع الدول التي كانت تحسب كدول حليفة لسوريا مثل إيران وروسيا شوفي يعني خلينا بنكون شوي واضحين هناك فرق كبير جدا بين المشروع التركي والمشروع الإيراني المشروع الإيراني دائما ما كان يتدخل بالتفاصيل تفاصيل التفاصيل في الحياة اليومية السياسية والثقافية والدينية والمذهبية للشعب السوري تركيا لديها هاجز كبير جدا وهو الأكراد في سوريا وسوريا أيضا لديها هاجز أن يتم هذا التواصل والتشاركية بين الأكراد في العراق وبين الأكراد في سوريا ومن ثم الأكراد في تركيا مما يؤثر تأثير كبير جدا على الأمن الوطني التركي فلذلك عملت واشتغلت مع كل قوى المعارضة وهذا لا يخفى على أحد أن تركيا هي التي هيأت هذه الأرضية المناسبة وخاصة العسكرية من أجل أن تقوم المعارضة السورية بما قامت به إيران نتكلم عن أن المشروع السياسي الإيراني المغلف بطائفية ومذهبية بغيض انتهى حقيقة في سوريا ونهاته في سوريا يعني انتهاءه إلى حد كبير جدا وليس بالشكل الكامل أيضا في لبنان ولكنه سيذهب هذا المشروع الإيراني بشكل أو بآخر إلى أن يكون أكثر قسوة في العراق وقد يحاول أن يكون أكثر تواجدا في اليمن لكن هذا مهم جدا على الحكومة السورية القادمة والدولة السورية القادمة أن توقف هذه التدخلات الإقليمية والدولية بما تتمكن وبما تستطيع حقيقة من قوة ولكن أيضا على الحكومة السورية القادمة أن تعلم أنه دون الإقليم ودون علاقة دولية مستقرة مع الجميع لا يمكن لها أن تعيش ولا يمكن لها أن تستمر كدولة منفتحة على العالم وهذا يقودنا لسؤال مستقبل الأردن مع سوريا وخصوصا هناك ملفات رئيسية يعني هي ضمن الأولويات الأردنية أمن الحدود اللاجئين المعتقلين يعني الأردن حقيقة كما تعلم دائما كان موقفه وسطي فيما يجري في سوريا الأردن مثلا حتى في أيام الربيع العربي لم يغلق سفارته في الشام ولم تغلق السفارة السورية هنا في عمان الأردن كان موقفه واضح يريد سوريا موحدة الأردن يريد وحدة الأراضي السورية الأردن يريد مواطن سوري يعيش حقيقة خارج الإطار الذي وضع فيه خلال الخمسين سنة في عهد بشار الأسد الأردن يريد أمن لحدوده الأردن يريد حقيقة أمن اجتماعي بوقف عملية التهريب التي كانت في رعاية رسمية سوريا وخاصة عندما نتكلم عن بشار الأسد والملياشات الإيرانية الأردن سيساعد وبشكل كبير جدا في إعادة بناء الدولة السورية سواء على المستوى الإداري أو المستوى العسكري أو المستوى الاقتصادي الأردن ستكون أيضا له بوابة مهمة جدا اقتصادية على أوروبا عبر لبنان وعبر تركيا فلذلك الأردن الآن أمامه مهمات وطنية مهمة جدا أعتقد أنه يدركها صانع القرار وسنرى حقيقة مزيد من التعاون الأردني في مستقبل سوريا ومستقبل القريب بدأ شكرا كل الشكر دكتور بدر الماضي أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الألمانية كل الشكر على وجودك دائم ضمن برنامج بصراحة والحديث والقراءة في طورات الأحداث في المنطقة شكرا لكم شكرا دكتور شكرا لكم